أستاذ أشرف يمكن بصوت عني أنا أطول على حضرتك بس أنا عارف إنك دايماً سباق لده لكن يعني أنا بشوف إنه أستاذ رجاء حسين دي فعلاً قيمة كبيرة أوي في عالم السينما والدراما المصرية إيه اللي نقدر نعمله فيخلد الإسم دائماً مش بس بأعمالها الفنية والله بص أنا مش عايز أجتهد وأرتجل ولكن إحنا لازم نبحث عن تخليد للناس دي أوي لازم ضروري لها لأجيال كثير 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 فإحنا محتاجين وأنا بقى وناشد يعني فخامة الرئيس بعودة عيد الفن ياريت بقى وناشده من خلال برنامجك عودة عيد الفن عشان كل الناس دي أنتم أسعدتونا شكراً شكراً صح على كل نقطة عرق صح صح ياريت ياريت أنا أضم صوتي لصوتك دكتور أشرف وأتمنى عودة عيد الفن مرة تانية مصر هي المنارة والمنبر الوحيد مش أقول الوحيد يا سيدي هي المنارة والمنبر الأكبر والأهم وهي قلعة التنوير والفن والإبداع في المنطقة بالكامل بل وفي إفريقيا أيضاً وبالتالي عيد الفن ده أتمنى أتمنى أحلم أنه يعود مرة تانية أنا بشكرك جداً دكتور أشرف زكي